هنا بالطرقات العادية وبأزقة العاصمة هكذا وبهذه المناورات وحال سائقي الدرجات النارية نهيك عن استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة وعدم ارتداء الخوض الواقية بالإضافة للاستعراضات البهلوانية مخالفة بالجملة يرتكبها سائق هذه الدرجات في حين أن الصورة تختلف تماما بالطرقات السريعة فبعض سائقي الدرجات النارية يلتزمون بإجراءات السلامة سواء طوعا أو خوفا من الحواجز الأمنية المنتشرة عبر عدة نقاط أما آخرون فيصرون على الاستهتار حتى في الطرق السريعة أنا وحثيهم أنا هربت للمواطن ديرك بوحج اللي وللمواطن تسلك بحجنا لازم معه إنساني خفاء لا رحوا تاني قبل ما شوفت سواء لها إساني خفاء لا رحوا لازم الكاسك هذاك ويساقوا بالأعقل بس كوحيتوا في اللاب ضربة يجي فيها مش كمتنا نوبيل ولا حاجة الأولى لازم نقص السرعة هذه الحاجة الأولى لازم تعني كما قولوا في كوتي تيكنيك لازم نقل فيها الدراجة النارية وسيلة نقل سريعة خاصة في ظل الاختناقات المرورية غير أنها قد تتحول إلى وسيلة قتل متنقلة إن وقعت بيد المستهترين ترجمة نانسي قنقر